بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية في استقبال طلبات إصدار تأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من جميع دول العالم لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي وأوضحت الوزارة أن موسم العمرة سيبدأ في 30 من يولو الجاري ويمكن لمعتمرين من الخارج الاطلاع على متطلبات إصدار التأشير من خلال موقعها الرسمية إضافة إلى إصدار تصريح لمعتمري الداخل عبر تطبيق اعتمرنا ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء المناسك بطمأنينة ويسر ووسط منظمة متكاملة من الخدمات وتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية